أن الأسواق المالية تعمل بشكل جيد لست متأكد بأنه إذا كان هناك داعي لإعادة هيكلة كبيرة بعد طبعا الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى الكثير من رؤوس الأموال أن تذهب إلى البنوك وأن تدخل إلى النظام المشكلة بحد ذاتها في الواقع الأمر هي أننا جميعا نواجه هذا العالم أو أن المشكلة تكمن في العلاقات ما بين الدول وأيضا ارتفاع أسعار الفائدة الصعوبات التي سوف تكون أيضا قادمة أو سوف نواجهها في المستقبل ولكن أحد الأمور المهمة التي يجب أن لا ننساها والتي هي بصراحة نحن لسنا على علم بها هي مدى الصعوبة التي تواجهها الحكومات لتقوم بدورها في عالم تحكمه وسائل التواصل الاجتماعي